السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ بسم الله مستعينة أراضياً به مدبراً معينة والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق وجتبانا أحمده وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصاني وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالبينات والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدى والآل والصحب دوما صرمدا ثم أما بعد أهلاً وسهلاً ومرحباً بحضراتكم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد معكم دائماً على شاشة قناة الرحمة المباركة برنامج صناعة الحلال وما زلنا معه خصائص زمزم ما زلنا مع خير ماء على وجه الأرض ما زلنا مع خير ماء على وجه الأرض بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ الحلقة الماضية ونحن نعيش حالة من حالات الإيمان قد ارتقت بها نفوسنا وقلوبنا لتعانق كواكب الجوزاء برحلة إيمانية تثقيفية تعريفية ماتعة لنتعرف على ما الميزات وما الخصائص التي خص الله عز وجل بها ماء زمزم حتى نفهم لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زمزم خير ماء على وجه الأرض عشنا رحلة ماتعة عظيمة ونحن نتكلم على بعض الخصائص ورأيت أن نتم هذه المتعة وأن نكملها وأن نتعرف على باقي خصائص زمزم لنزداد إيمانا على إيماننا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ومعلوم أن الحرب دائما الأصل فيها أنها سجال ومعنى أن الحرب سجال أننا نغلب مرة ونغلب مرة أننا مرة نكون أقوياء ومرة نكون ضعفاء لكن ليس معنى أن الحرب سجال وأننا نهزم مرة ونهزم مرة أننا في لحظة الاستضعاف وفي لحظة الهزيمة أن نقف مكتوف الأيدي لا نتكلم ولا نبين ولا ندافع عن ديننا الطاهر المبارك لماذا؟ حرب شرسة جدا من كل أطياف الأرض وممن حولنا وممن معنا ممن يعيشون في هذا الوطن المبارك يأكلون من خيراته وبركاته ويسعون في هدم الدين الذي ينتسب إليه غالب هذا الشعب المبارك من التيار العلماني واللبرالي يطعنون ليل نهار في ثوابت راسخة عند المسلمين فإذا كنا في مرحلة استضعاف لا يعني هذا أن نقف ونسكت نبين حرب شرسة وقذرة على كل ما يمت إلى الدين ما يمت للإسلام ما يمت للشريعة بصلة بل حرب صارت ظاهرة واضحة جدا على كتاب الله عز وجل فضلا أن تكون على السنة الطاهرة المباركة في قضية هل تثبت أو لا تثبت إنما صارت الحرب واضحة ومعلنة وصريحة بكل وضوح على كتاب الله عز وجل صراحة فاحتاج أهل الإيمان إلى ثبات احتاج أهل الإيمان أن يردوا مرة أخرى إلى هذه الحقائق التي صار كثير من الناس لا يتكلم عنها أو كثير من الناس لا يعرضها إلا في معرض الحديث عند ذهاب الحج أو عند الذهاب إلى العمرة فقط فصار لا يتذكر الكلام على ماء زمزم وعلى فضل زمزم وعلى خصائص زمزم وعلى كيف أن زمزم لها تاريخ عظيم من لدن أن خلقها الله عز وجل مرورا بالأنبياء مرورا بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم مرورا بالصحابة والتابعين ثم مرورا بالعلماء إلى زماننا هذا ما زالت قضية زمزم عالقة في أذهان العلماء يتكلمون عنها ويكتبون ويؤلفون ويصنفون ويبينون هذه الحقائق العظيمة البديعة الرائعة جدا التي من أعظمها زيادة الإيمان في قلوب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذن حينما نتكلم فقط في حلقات متعددة لا أقول عن الماء لا الماء هو حلقات كثيرة جدا متنوعة متعددة فيها كثير من الأحكام كثير من التشعبات لكن حينما نتكلم على زمزم في ثلاث حلقات أو أربع حلقات أو ما شبه ذلك نتكلم على شيء واحد نوع واحد من أنواع المياه التي خلقها الله عز وجل نبين فيها كيف هو عظيم وكيف هو جميل وكيف هو حسن وكيف وكيف هنا يستقر في قلبك وأنت تشاهد برنامج صناعة الحلال كيف أن الله عز وجل أكثر من الحلال وتصر عندك عقيدة ليست كلاما إنما هو أمر واقعي نثبته بالدليل في هذا البرنامج لنضحض قضية الفكرة الرائجة هذه الأكذوبة التي صارت تردد ليلة نهار أنتم ماركوش غير الكلام في الحرام لا 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 برنامج كامل كامل لا نعلم متى ينتهي سنوات نحن ننوي من خلاله الكلام عن الحلال دعوة عظيمة للإسلام فنحن الآن مع خصائص زمزم وكان لابد في هذه الحلقة من هذه المقدمة وقفنا في آخر مرة على أن زمزم هو خير ماء على وجه الأرض الخاصية التي بعد ذلك وهي الخاصية السابعة أن الله عز وجل أنبعها أن من خصائص ماء زمزم أنبعها بواسطة خير ملائكته وهو جبريل عليه السلام لتعرف خصائصها ولتعرف فضلها الماء الوحيد الذي أنبعه الله بواسطة جبريل خير الملائكة الروح الأمين وإن أردت أن تعرف معنى هذه الخصيصة أقول لك انظر إلى عظمة القرآن وإلى جلال القرآن وإلى مكانة القرآن من عظمته وجلاله أن الذي نزل به نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فصرت هذه من خصائص القرآن العظيم ونعم ونزل بالتوراة ونزل بالإنجيل لكن اختار الله لخير كلامه خير ملائكته وهو جبريل هنا تفهم لماذا أن مجرد أن ينبع الماء بواسطة جبريل خصيصة من أعظم الخصائص على الإطلاق خصيصة من أعظم الخصائص هذا يزيدها شرفا إلى شرفها وفضيلة إلى فضائلها لماذا واسمع لهذه الكلمة وانتبه لها لأن الله لو شاء لنبعت بئر زمزم ولنبع ماء زمزم بدون عمل جبريل الله سبحانه وتعالى لو أراد أن ينبع هذا الماء بلا جبريل لفعل سبحانه قادر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذه مسائل لابد أن تضع عليها نقاط لابد أن تضع عليها علامات استفهام من أجل من أجل زيادة الإيمان يعني هذه الأشياء نضع عليها علامات الاستفهام لكي تتضح لكي تظهر لكي تكون أمام الجميع ظاهرة واضحة لا من باب الاستشكال لا من باب الشك أعوذ بالله لأن الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها هذا ليس استشكال إنما هو استفهام واستفسار لا كما ظنه البعض لا كما تصوره البعض الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم فإن قال الله لهم خلقت آدم سيقولون سمعا وطاع لكي قالوا أتجعل فيها من يفسل في استفهام يريدون أن يعرفوا يستفسروا يتبينوا ومن أعظم ما أنزل الله على نبيه في قصة يوسف بل أعظم ما في قصة يوسف قول الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين كثرة الأسئلة دليل على الفهم دليل على الاستيعاب دليل على التعلم لمن أراد أن يتعلم إنما كثرة الأسئلة إذا كانت من أجل الاستشكال إذا كانت من أجل وقوع الخصم إذا كانت من أجل عدم الوصول للحق ليست دليلا أبدا على التعلم وليست دليلا على الوصول للحق وليست سعيا للوصول إلى الحق أبدا على الإطلاق هذا ميزان يجعلنا نفهم هذه القضية إذن لو أراد الله أن تنبع زمزم بلا وسطة جبريل لفاعل سبحانه وتعالى لكن لما جعل جبريل واسط في نبعها إذن هنا إشارة وعلامة على ماذا هل نحن نعلم كل الحكم من وراء ذلك لا نعلم لكن العلامة الواضحة الظاهرة وهي أن هذا تشريف ما وجدنا ماء آخر نبع بوسطة جبريل إذن لما كان هذا الماء نابع بوسطة جبريل دل على مكانته ودل على فضله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة ولكن يأبى الله إلا أن تجتمع لهذا الماء أنواع من الفضائل ابن أبي جمرة يقول فقد أنبعه الله يقول ماذا بأ في مقر مبارك لسيد مبارك بواسطة فعل أمين مبارك فكان في ذلك زيادة في التشريف والتعظيم والله عز وجل يفضل ما شاء من مخلوقاته كلام عالي خالص وكلام رائع ورائق وهو في غاية الروعة والبيان بل حتى فيه بلاغة واضحة لفهم ما تكلمنا عنه من قضية لماذا نبع بواسطة جبريل ليكون مشرفا وليكون معظما قال في مقر مبارك بواسطة فعل أمين مبارك في مقر مبارك لسيد مبارك بواسطة فعل أمين مبارك فكان في ذلك زيادة له في التشريف والتعظيم والله عز وجل يفضل ما شاء من مخلوقاته الخصيصة الثامنة ودائما قلت لكم انظر على الأسماء وانظر على الخصائص وأنت تسأل هذا السؤال قولوا لنا حدثونا عن النيات ونحن نشرب ماء زمزم قلت انظر للأسماء وانظر للخصائص ثم ستجد لك أن النيات بدأت تجمع لك في قلب رائع رائق بديع جميل تستحضرها في ذهنك فتجد أنك شربت زمزم بنيات لا حصر لها ولا عد وحيث يفتح الله عليك بنيات لا يفتحه على غيرك ويفتح الله على غيرك بنيات لم يفتحها عليك من خلال فهمك لأسمائها ومن خلال فهمك لخصائصها يبقى ايه؟ يبقى حتى باب النيات في شرب ماء زمزم له باب مفتوح إلى قيام الساعة يتعلق بالرزق أن ترزق نية لم يرزقها غيرك وأنت تشرب ماء زمزم وهذه في حد ذاتها أيضا رزق يعني ما أقوله الآن هو رزق من الله عز وجل الخصيصة الثامنة أنها سقيا إسماعيل وأمه عليهم السلام يعني نزل بواسطة بمكان مبارك لرسول مبارك بوسطة أمين الوحي جبريل الرجل المبارك الملك المبارك أول من شرب من؟ إسماعيل نبي من أنبياء الله ورسوله ومن؟ وأمه هاجر عليه السلام ثم سقيا إسماعيل وأمه لأن الله أنبعها غياثا لهما لماذا؟ انتبه لتقوم مقام حكتين وده بأل يغفل عنه كثير من الناس ولا يفطل له كثير من الناس لتقوم مقام الطعام والشرب لماذا؟ قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر ما فيش أي أنواع من أنواع النطعمات ولا المأكلات ولا الفواكه بواد غير ذي زر لا يمكن لإنسان أن يستطيع أن يأتي بتعبير أو بلفظ يدل على أن هذه صحراء قفراء جرداء إلا بهذه الكلمة بواد غير ذي زر طالما غير ذي زر إذن ليس فيه حياة عند بيتك المحرم فإسماعيل يحتاج للبن وماء طب أمه تحتاج لطعام وتحتاج لشراب لتتقوى على إرضاع الولد لتتقوى على قبول حر هذه الشمس الحارقة الصعبة جدا فسقيا إسماعيل وأمه إذن هذه خصيصة قال مجاهد في قوله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني ما سأتعرض له في الحلقة القادمة إن شاء الله ببيان وتفصيل زمزم لما شربت له يقول إن شربته تريد الشفاء شفاك الله وإن شربته تريد أن يقطع ضمأك قطعه وإن شربته تريد أن تشبعك أشبعتك هذه هزمة جبريل يعني ضربة جبريل بجناحه لما ضرب الأرض رواية الطبراني فرأت هجر جبريل يلامس الأرض بجناحه أنت متخيل علشان تفهم ما معنى جبريل علشان تفهم لماذا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه جدا ولماذا كان يرى عليه أثر شدة الوحي صلى الله عليه وسلم وكان يعاني من تنزيل الوحي صلى الله عليه وسلم شدة لماذا جبريل قال ضمن وغطني من يتحمل هذا جبريل لامس الأرض بجناحيه فهي معنى هزمة جبريل يعني ضربة جبريل وسقيا إسماعيل الإمام السهيلي رحمه الله يقول وكانت زمزم سقيا إسماعيل عليه السلام فجرها له روح القدس بعقبه وفي تفجيره إياها بالعقب دون أن يفجرها باليد يعني لماذا ضرب إسماعيل برجله هكذا ولم يضرب بيده قال وفي تفجيره إياها بالعقب دون أن يفجرها باليد أو غيره إشارة إلى أنها لعقبه وراثة وهو محمد صلى الله عليه وسلم أمته قال وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله كلمة التوحيد باقية في أتباعه صلى الله عليه وسلم كذلك جعل ماء زمزم باقية منذ إسماعيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الذي ورث هذا الإرث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذي ورثه بعد رسول الله الصحابة من الذي ورثه بعد الصحابة التابعين وتابع التابعين وهكذا وهكذا إلى قيم الساعة يبقى لا يقول أحد لماذا الذهاب إلى حج بيت الله الحرام ولماذا العمرة ولماذا زمزم من ضمن هذه الأجزاء من ضمن الثقافة التي افهمها وحاول أن تفطن لها أي إنسان ورث إرثا يطمئن عليه من حين لآخر يذهب لإرثه يرى هل هو كما هو هل حدث به شيء هل حدث به تغيير يتصرف في إرثه في ملكه فلا يقال لنا لماذا تذهبون ولماذا تفعلون هذه الطقوس الفضيلة والخصيصة التاسعة أن زمزم كانت سببا لعمارة مكة المكرمة وهذا واضح وهذا معلوم فهي سبب بل بالعكس هي سبب أولي في عمارة مكة وسكن الناس فيها فلم يكن بها قبل زمزم أنيس ولا جليس وقرأوا التاريخ حتى وضع فيها إبراهيم هاجر وولده إسماعيل ثم أنبع الله بها ماء زمزم سقيا وغياثا لإسماعيل وأمه بواسطة أشرف ملائكة الله عز وجل وهو جبريل ثم مرت قبيلة جرهم على إسماعيل وهاجر فاستأذنوا هاجر في النزول عندها دي الباء اللي هو القصة يستعرف القصة جات منين بقى ولماذا وارث العرب زمزم قبيلة جرهم مرت استأذنوا في النزول فأزنت لهم وتعلم إسماعيل عليه السلام العربية من قبيلة جرهم وتزوج منهم والقصة مشهورة معروفة جدا الخصيصة العاشرة وأرجو أن تفتح صدرك لها جدا أفتح قلبك أن العين التي تمد بئر زمزم من جهة الحجر الأسود من ناحية الحجر الأسود من عيون الجنة الله أكبر من عين الجنة وهذا الأثر إسناده حسن الذي سأذكره إلى ابن عباس وقال العلماء له حكم الرفع ليس هذا فحسب بل له أيضا شواهد كثيرة عن عمر بن دينار أن زنجيا وقع في زمزم فمات رجل وقع في ماء زمزم ومات فأمر به ابن عباس فأخرج وسد عيونها سد عيون البئر فنزفت يعني بعد أن سدها أيضا أخرجت الماء فشرب ابن عباس من العين التي تل الركن يعني من جهة الحجر الأسود وقال إنها من عيون الجنة الله أكبر وإذا كانت جاءتنا النصص على أن نهر النين من الجنة والفرات وسيحون وجيحون هذه النهار الأربعة من الجنة فهل سنستغرب أن زمزم وهو خير ماء على وجه الأرض من الجنة وقلنا هذا له حكم الرفع إذن زمزم ها عين من عيون الجنة الحادي عشر أن زمزم شراب الأبرار من اللي بيروح يشرب من زمزم؟ من الذي يعتقد أن زمزم فيها شفاء؟ الصالحين ولا المشككين؟ من الذي يحب زمزم؟ من الأشياء التي يعني ربما كثير من حضراتكم سيقول نعم أنا أقول هذا وأحب هذا فعلا إذا ذهب أحد إلى بيت الله الحرام أو إلى يعني إلى الحج أو العمرة كثير مننا يقول أفضل هدية أريدها أفضل هدية لا أريد غيرها على الإطلاق أن يأتي أحد فيهديني بماء زمزم يعني أنا لا أريد عطر ولا أريد جلبابا لا أريد سواكا لا أريد شيئا أغلى هدية أن يعطيني زجاجة من ماء زمزم أغلى الهدايا لماذا؟ لأنها شراب الأبرار وانظر لما تكلم الله عن الجنة قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرة فشراب الأبرار في الدنيا زمزم وشراب الأبرار في الآخرة من جنة الله عز وجل لتعلم قضية الصلة شراب الأبرار عن ابن عباس قال صلوا في مصلى الأخيار وشرابوا من شراب الأبرار قيل لابن عباس ما مصلى الأخيار قال تحت الميزاب الميزاب في الكعبة المكان الذي يوجد ميزاب الذي ينزل منه الماء إذا نزل المطر من فوق قال هذا المكان مصلى الأخيار قيل وما شراب الأبرار ما شراب الأبرار يا ابن عباس قال ماء زمزم شراب الأبرار إياك أني زحزحك عن هذه العقيدة أحد إياك أن يطعن في هذه العقيدة أحد وتسمع له زمزم واسمع لهذه التضلع من ماء زمزم العلامة الفارقة وبالله عليك اسمعها لأن هذا ما نختم به لكنه خطير جدا التضلع يعني كثرة الشرب فوق الطاقة تظل تشرب 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 هذا اسمه التضلع مش أنا أشرب هكذا وأمشي لا التضلع كثرة الشرب من ماء زمزم التضلع من ماء زمزم ما اسمع العلامة الفارقة بين المؤمنين والمنافقين هذا موضوع زمزم فقه أطبعا عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا حديث صحيح يعني عليه دراسات من علماء الحديث خلاصة ما أقول لك أنه حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم اسمع إن آية ما بيننا وبين المنافقين إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم يعني المنافق يثبت أمام الناس أنه يشرب لكن لا يتضلع لماذا لا يتضلع من ماء زمزم لأنه لا يعتقد أن ماء زمزم فيها شفاء لا يعتقد أن ماء زمزم استشفى بها السادة ومن آخر ما أختم به أنني لما مررت على هذا التاريخ ستكتشف أن أول من استشفى بماء زمزم وسأل الله الشفاء وسأل الله أمور كثيرة مرورا بالأنبياء ثم مرورا بالصحابة ثم مرورا بالتابعين ثم مرورا بأهل العلم والفضل الثقات الأثبات في هذه الأم لماذا؟ لأن هؤلاء ربما علموا هذه الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس يعني أستطيع أن أقول أن هذه المعلومة التي نختم بها حلقة اليوم ربما تكون غائبة عن 90% من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يجهلها كثير من المسلمين ربما لا يعلم كثير من المسلمين لذلك يشرب ولا يشفى يشرب ولا يشبع يشرب ولا يعطى ما يريد لماذا؟ لأن ربما وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من النفاق ظاهره وباطنه صغيره وكبيره ربما عند جهل بهذه القضية فعنده نفاق لكن إذا علم نزع هذا وعلمك وفقهك بهذه القضايا يظهر لك من أمامك هذا الذي يطعن في زمزم والذي يشكك فيها أين هو؟ مع طائفة المؤمنين أم مع طائفة المنافقين؟ أصلا هل هذا نوع من أنواع الترهيب؟ لا إنما نتكلم وننقل ما جاءنا في النصوص أنت مشكلتك أنت عش بها كما تشاء عقليتك أنت عش بها كما تشاء لكن لن نخفي هذه الحقائق على الأمة لن نخفي هذه الحقائق التي تزيد من الإيمان ثم تدفعك دفعا أن تكون من أهل النفاق عفان الله وإياكم لأن الأمر ليس سهلا إن الأمر جد خطير يبقى هناك يتبين لنا قضية أننا ذكرنا قبل ذلك صراع اليهود مع ماء زمزم هذا سابت في التاريخ النقطة الثانية صراع المنافقين مع زمزم فيا عباد الله آخر ما نختم به تضلع بكثرة من ماء زمزم لأن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم ما زال في الحديث بقية مع فضائل زمزم ومع خصائصها سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتقوب إليك جزاكم الله خيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته